سيدنا وصير بعد إذن سيادتك عشان أنا وقتي خلاص تقريباً بينتهي في حزمة قرارات كده طالعت النهاردة أو مبارح من حكومة الجنزوري انطباعك إيه للقرارات وإيه هي القرارات بعد إذنك هو فيه انتقاد لحكومة الجنزوري ما فيش فيها شباب أمس أصدر تسع قرارات بتعيين تسع مساعدين للوزراء من بينهم لو إن شاء هو الأسامي رئيس المجلس الأعلى للشباب ومساعد رئيس المجلس الأعلى للرياضة ومساعد ثلاث مساعدين لوزراء البترول والزراعة والتنمية المحلية أحد المصابين عين مدير تنفيذي لمركز القومي لضحايا الثورة ومساعدة له من المصابين القرارات حاسمة اتخذها مجلس الوزراء بالأمس نقدر نقول القرارة الأول زيادة 50% للإداريين العاملين بالتربية والتعليم ده ملح منذ سنوات الثاني تقاشف في الحكومة بما لا يمس محدود الدخل يتوفر حوالي 20 مليار في الموازنة الحالية التي تنتهي في يونيو القادم رقم ثلاثة في حد أقصى للدخل حسم 35 مرة دعف الحد الأدنى المربوط على الدرجة الثالثة التخصصية رقم أربعة سعر الأنبوبة أصبح بخمسة جنيه توصيل ديليفري عن طريق التليفون ده شيء جميل وزارة التموين والبترول دلوقتي بتنتقي شباب منخرجين هيوصل الأنبوبة بخمسة جنيه حتى بابي شقة وده كلام نهائي يعني الرقم اللي بعديه إعفاء جميع المزارعين من فوائد كروض بنك التنمية الزراعي هيستفيد منه حوالي 23 ألف مزارع رقم اللي بعديه المتعثرين من المستثمرين الزراعيين لم تصدر ضدهم أحكام مجلس الوزراء هيتحمل 21% من فوائد الكروض التي عليهم المسجنين اللي صدر أحكام ضدهم وسجنوا بالفئة مجلس الوزراء لو الحكومة هتتحمل هتساقد عنهم مبلغ حوالي أربعة وثمانية من عشر مليون جنيه عشان يخرجوا من اليوم إن شاء الله في تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون ده صدر سنة سبعة وتسعين وأنا كنت قريب في ذلك الوقت اتعدل أربع مرات حكومة نظيف وحكومة هو صدر في حكومة الدكتور كمال الجنزول الأولى سنة سبعة وتسعين تمام وشاء القادر الدكتور الجنزول يرجح تاني ويعدله تاني كويس للمرة الخانسة فيه طبعا الأراضي اللي يعطيه عقبال لما منعدلوش المرة الستة عقبال كفاية لإن هذا أخطر قانون في مصر سحب الأراضي بالنسبة لطريق الصحراوي السكندرية واسماعيلية وباقي الطرق المساحات الكبيرة اتطرح للحكومة بعد دراسة ان سحب المشروع ترفع قضايا ضد الحكومة وصعبة فتراجعوا وقالوا احنا هناخد فرق السعر يعني الفدان بيع بعشرة جنيه وهو وقتها كان بمتين جنيه هناخد فرق السعر اللي هو مئة وتسعين جنيه اللي بعدية بالنسبة للضريبة العقارية اتأجلت سنة السنة دي التأجيل عشان يرفعوا الحد السماح لوحد ونصف مليون جنيه ونفس الكلام مع قانون التأمينات والمعاشات اتأجل سنة ونصف لمزيد من الدراسة لصالح المواطنيين تمام اه في اخر حاجة القطن حضرتك مئة جنيه دعم الكنتر القطن فارق اسعار لتشجيع المزرعين على زراعة القطن سيد ناصر فياض نائب رئيس تحريج رئيذة الوفد شكرا جزيلا لحضرتك هفرنا بشورفتنا نتمنى انه القرارات دي تسري لانها يعني اعتقد انه مفيش حد يختلف على القرارات دي ان هي في مصلحة الدولة ان هي تمشي شوية الى الامام او العجلة تسير شوية نعم نعم شكرا جزيلا لحضرتك شاهديننا فاصل وراجعين حالا